موسيقى أتحايا لكم مجددا مشاهدين الكرام وجزء لاهم الأنباء من قناة عدن الفضائية التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في دعاءات انتهاكات حقوق الإنسان القاضي أحمد المفلحي وثمن نائب الرئيس في لقاء جهود اللجنة في رصد انتهاكات مختلف الأطراف والعمل الحيادي والقانوني الذي تتولى في هذه المرحلة الصعبة مؤكدا بأن الشرعية تضع في مقدمة اعتبارها حقوق المواطن اليمني والالتزام بالمواثيق والقوانين الدولية في مجال حقوق الإنسان وعبر عن استقرابه لتقرير الصادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان والذي افتقد إلى الموضوعية المهنية وسعى إلى تبرئة الجلاد وإدانة الضحية مطالبا بإعادة النظر في مضامين ومنهجية التقرير التي خلت من المصداقية وتعمدت تجاهل الطرف الرئيسي المتسبب في الحرب والمتمثل في ميليشيات الحثن قلابية والتي مارست مختلف الجرائم والانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني ميدانيا استكملت قوات الجيش الوطني تحرير مدرية ظاهر شمال غرب محافظة صعدة بعد عملية عسكرية واسعة وقال مصدر عسكرية قوات الجيش الوطني مسنوة بقوات تحالف العربي استكملت تحرير مدرية ظاهر بالكامل وذلك بعد أن حررت مناطق الكحلة ونقيل بن حارث والمجرن وطيبان وجزاع والخلبة وكماما وأن قوات الجيش الوطني ذحرت الميليشيات باتجاه محافظة حجة ومدرية رازح وسط تهاوي متسارع في صفوف الميليشيات الإقلابية وأضف المصدر أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحة من عناصر الميليشيات بينهم قيادات ميدانية وأضح المصدر أن قوات الجيش استكملت المرحلتين الأولى والثانية من الخطة العسكرية الخاصة بعملية قطع رأس الأفعى بنجاح تمكنت قوات الجيش الوطني من السيطرة على عدد من المواقع في مدرية حيفان جنوب محافظة تعز وعقب معارك عنيفة مع ميليشيات الحفظ الانقلابية قالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش الوطني شنت عملية عسكرية واسعة تمكنت من استعادة مواقع العذير والخزقة والقطعة وجبل هجة الجن ووصلت إلى منطقة حرات في العبوس بمدرية حيفان ووضحت أن الجيش استعاد منصة صواريخ كاتيوشا وكميات من الذخائر ولا تزال المعارك مستمرة في منطقة حرات وعدد من المراطق المجاورة بالتزامن شنت ميليشيات الحفظ الانقلابية قصفا عنيفا على القرى السكنية بالمنطقة تواصل قوات الجيش الوطني تقدمها الكبير ضد ميليشيات الحوث الانقلابية في محافظتي لحج وتعز وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على مساحات واسعة في مناطق الكدحة غرب تعز وأخرى محيط بها جنوب المحافظة وأضافت المصادر أن المواجهات أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيات الحوثية الانقلابية بالإضافة إلى أسر قيادي حوثي لقي ما لا يقل عن خمسة وثلاثين مسلحا حوثيا مصرعهم وأصيب آخرون جراء غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي على عدد من مواقع الميليشيات الانقلابية بمحافظة البيضاء وقال قائد كتيبة النصر باللواء 117 المقدم عبد السلام السعيدي إن عشرين مسلحا حوثيا بينهم قيادات قتلوا وأصيب آخرون وتم تدمير مخازن أسلحة وتفجير مخزن سلاح وتموين النفطي في منطقة الوهبية بمحافظة البيضاء في الخبر الأخير قالت مصادر صحفية أن ميليشيات الحوث الإنقلابية الإرهابية فرضت طوقا على قرية غولة زندان بمدرية أرحب شرق صنعاء وقالت مصادر محلية إن ميليشيات الحوث الإيرانية ضربت حصارا على مداخل ومخارج القرية مانعة الأهالي من الخروج منها والدخول إليها وطبقا للمصادر فإن حصار القرية يعود إلى عكز الأهالي عن دفع أموال كبيرة طلبتها منهم الميليشيات بقيادة المدعو أبو هندي وصالح فازع المراني وهذه هي المرة الثالثة التي تحاصر فيها الميليشيات الحوثية القرية وتمنع الأهالي من الخروج والدخول إلى منازلهم كما يمنعونهم من الوصول إلى السوق لقضاء حوائجهم انتهى مجرز الأباء دمتم بخير إلى اللقاء اشتركوا في القناة